النهمر الأولى التي يقتل فيها عسكريون أمريكيون بنيران معادية في الشرق الأوسط وذو بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي فالهجوم يمثل تصعيداً خطيراً للوضع المتوتر بالفعل في الشرق الأوسط التي باتت على فوهات بركان الترجحات تؤكد بأن هذا الحدث وقع بأوامر إيرانيات لتوسيع المعركة والنيوز تقصت عن المعلومات وتحديداً عن البرج للثاني والعشرين الذي تعرض للهجوم والذي يقع قرب قاعدة التنف الوقع في الجهة المقابلة داخل القدود السورية وتضم عدداً صغيراً من الجنود الأمريكيين والتي اطلعت أيضاً بدور رئيسي في الحرب على تنظيم داعش وكان لها دور أيضاً في ستراتيجية أمريكية لاحتواء التمدد العسكرية الإيرانية في الشرق الأوسط متبعين كرام استهداف القوات الأمريكية أخذ بعداً غير تقليدي وسيدفع أيضاً واشنطن إلى رد بطريقة غير تقليدية فاستهداف الأردن يعني أن هناك جغرافيا جديدة في المواجهة وهذا سيأخذ المنطقة نحو تصعيداً جديد بسبب وقوع قتل في الجيش الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية ستضطر إلى الرد ورأسيما مع وجود حملة انتخابية وما حدث هو يمثل أفضل مادة للجمهوريين لتبيان ضعف الديمقراطيين بقيادة بايدن الأمر هذا سيدفع إلى رد حازم وفي مناطق عدة في العراق وسوريا متبعين كرام جميع الترجحات تؤكد أن رد الولايات المتحدة الأمريكية على استهداف قواتها في الأردن سيكون داخل العراق وضمن أهداف منتخبات تنسجم مع حجم الضرر الذي تعرض له الجنود الأمريكيون في الأردن وهذا التصعيد سيعقد من المشهد خصوصاً إذ ما ذهب الأردن لإجراء تصعيداً بسبب انتهاك السيادة لأراضيه وقد يستخدم المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة بعد معرفة الجهات العراقية القاسفة السؤال هنا الذي سيطرح كيف ستتعامل الحكومة العراقية بقيادة السودان مع كل هذه الأحداث